المرشد الزراعي كل الأساليب اللي بتؤدي في النهاية إلى توفير نقطة المياه خصوصا بعد يعني كثير من الأزمات الخاصة بنقطة المياه ونضرة المياه اللي بنعيشها أو اللي بيعيشها العالم في هذه الأولنا فاحنا محتاجين كل قطرة مياه أساليب الصرف الزراعي من الأساليب الهمة جدا المرتبطة بالري بشكل وثيق والمرتبطة أيضا بالممارسات الصحيح حتى يكون الصرف الزراعي مستخدم بالشكل الأمثل يوفر المياه يساعد في التسميد وفي كثير من العمليات الزراعية التي تؤدي في النهاية إلى جودة المحصول وإلى توفير نقطة المياه وإلى الاستخدام الأمثل كثير من التفاصيل عن الأساليب الحديثة للصرف الزراعي النهاردة في حلقتنا معظفنا الكريم دكتور محمد خطاب الغنام باحث بقسم بحوث الصرف الحقلي بمعهد بحوث الأراضي والمياه أهلا بك فاما أهلا مع حضرتك خلينا الأول نقول للناس يعني إيه صرف زراعي بسم الله الرحمن الرحيم بشكر حضرتك وبشكر أستاذ المشاهدين في البداية الصرف الزراعي ما هو إلا التخلص من كمية المياه الزايد عن حاجة النبات بمعنى أن الصرف الزراعي كل طبعا الصرف والرأي هم عملتين لوكواح طبعا كل ما بد كمية المياه كمية المياه بيحصل الجزء منها بيمتصه النبات وجزء بيحصله بخر وجزء التاني بيحصله تصرف اللي هو الصرف الزراعي فالصرف الزراعي هو التخلص من كمية المياه الزايد عن حاجة النبات بمعنى أنه بيقلل تملح التربة بيقلل الغضك وتطبيل التربة فالصرف الزراعي مهم جدا لزيادة الانتاجية وزيادة المحصول احنا عندنا حالة من توفير المياه عموما في مصر سواء كان عن طريق الزراع عن طريق الشرب عن طريق الصرف الصحي كثير من المعالجات للمياه كثير من الطرق الحقيقة والأساليب المستخدمة لأي مدى شايف الصرف الزراعي مهم في هذه الأيام طبعا الصرف الزراعي احنا بنلقي كمية كبيرة جدا من الصرف الزراعي في البحر ما بنستفدش منه وطبعا في نهاية الترع في شمال الدلتا المزارح هناك معظم الرأي بتاعه من صرف الزراع وما فيش فريش وطر متاح فالمزارح هناك ممكن يستغل كمية الصرف اللي هي بيحصل لها عمليت نوعالجة ويتم بقى الرأي طبعا الصرف الزراعي هو طبعا كمية المياه شبكة الصرف الزراعي عبارة عن حقليات ومجمعات أهم حاجة في الصرف الزراعي النهاردة الفلاح كان بيسد المجمعات أما بيسد المجمع في الرز خاصة عشان ما يزودش كل يوم فما كان بيسد المجمع بيرفع كمية الووتر تيبل بتاعة المياه جاو فيه فما بيضطرش اللي هو يضيف كمية مياه كل يوم طبعا نتيجة عدم اتباع دورة زراعية فما كان بيسد المجمع المستوى الماء للأرض بيرتفع بيدر مزارع الضرة مزارع القط فهم ما فيش دورة زراعية لو فيه دورة زراعية موحدة فيه دورة زراعية على سكيل واسع النهاردة فيه حاجة اسمها الكونترول دي درينيج اللي هو التحكم في الصرف التحكم في الصرف اللي أنا بتحكم في مناسيب الماء الجوفية برفع مستوى الماء الجوفية وبالتالي بوفر محتوى رطب في التربة وبساعد في تلبيت الاحتاجات المائية للمحاصية يمكن الممارسات برضو خلينا نقول الممارسات مهمة جدا مهم جدا ان احنا يبقى عندنا مزارع فاهم يعني ايه صرف زراعي وده مش هيجي عن طريق الصدفة ولا بس عن طريق الممارسة المتكررة احنا كمان محتاجين زيادة وعي احنا ازاي بنشتغل على الملف ده ازاي بنشتغل على زيادة وعي المزارع باهمية الصرف الزراعي طبعا الصرف الزراعي ده فيه بيع كبير جدا الصرف الزراع ده يعني الري وصرف دول هم اساس الزراع الزراع الصرف الزراعي هو طبعا ليه اهمية كبيرة جدا طبعا بيحسل خواص التربة لو الصرف جيد بيحصل تهوية للتربة بيحسل الخواص الكيميائية بينزل ملوحة التربة بيقلل برضو من بيحسل الصفات الهيدوريجية للتربة كل ده يعني خدينا برضو نقول انه كلام علمي الى حد كبير تمام بنوصله ازاي للمزارع هل بنعمل مثلا ندوات ارشادية هل طبعا احنا هنا يعني بدورنا قائمين في قناة مصر الزراعية على زيادة الوعي ده عن طريق الحلقات عن طريق برنامج زي برنامج المرشد الزراعي وطبعا برامج زملائنا في القناة لكن احنا محتاجين كمان على ارض الواقع يعني دايما الناس تقولك فين الندوات الارشادية فين الحاجات اللي هي بيها وخصوصا كمان انه المجال ده بالذات محتاج ان احنا يبقى عندنا تواصل مباشر ازاي بنعمل ده؟ هل بنعمل ندوات ارشادية؟ يعني خليني برضو اسألك الاول عن الندوات الارشادية واني دي اكتر حاجة بتهم المزارع يعني على الوجه الارشاد احنا صفتك يا باحسين احنا بنعمل الدراسات بتاعتنا خلاصة الدراسات بننقلها لجهاز الارشاد الزراعي جهاز الارشاد الزراعي بدوره بيكون بعمل ندوات بيعمل مدارس حقلية بينقل نتاج الابحاث بتاعت باحسين مركز الابحاث الزراعية للمزارع عن طريق الارشاد الزراعي فبيتم ندوات في مديرات الزراع مدارس حقلية بيجمع المزارعين بيعمل مدارس حقلية فكل النتائج الأبحاث دي بتنقل الفلاع عن طريق الرشاد الزراعي عن طريق عمل الندوات مدارس حقلية وهكذا فالجزئية بتاعت التحكم في الصرف الجزئية دي جزئية جديدة معهد بحصل الأراضي والمياه اشتغل على الجزئية دي لأن طبعاً احنا عندنا نضرة مائية عندنا زيادة سكانية طبعاً مواردنا المائية محدودة وحصة مصر سابتة عند 55 مليار ونص فلازماً أطور وأشوف أساليب وممارسات جديدة تساعد في توفير كمية ماء فطبعاً كل الممارسات اللي بتشتغل اللي هي أساليب راي أنا النهاردة ابتكرنا التحكم في الصرف الحقل التحكم في الصرف الحقل دي بمعنى أنا عندي شبكة الصرف الزراعي مكونة من إيه؟ مكونة من حقليات الحقليات بتاخدوا المية من الأرض الزراعية بتصبها في مجمع المجمع بياخد المية من الحقليات بصبها في مصرف مكشوف أنا ماجي أتحكم في كمية المية الخارجة التحكم في الصرف معنى اللي أنا بتحكم في كمية المية الخارجة بمعنى إن كمية المية الخارجة أما تقل أنا بحجسها في الطربة أكيد أما حجسها في الطربة بزود المحتوى الرطوبي في الطربة أما زود المحتوى الرطوبي المزارع كان بيبيروا النرض على عشرة أيام أنا ممكن أوسع الفترة بين الرياض وبالتالي بقل العدد الرياض يعني محصول زي البنجر مثلا بيروى من خمس لسبع رياض أنا ممكن أوفر ثلاث رياض ممكن أكتفي بأربع رياض لأنا أتحكمت في المياه الخارجي احتجستها في التربة فده وفرنا في البنجر 20% في محصول الرز وفرنا أكتر من 25% فكمية المياه دي كلها ممارسة بتساهم لي اللي أنا ممكن أعمل توسعات أفقية توسعات رأسية كل نقطة مية أنا بوفرها بقدر أصلح أراضي جديدة وبضيف للرقعة الزراعية نتيجة الزيادة السكنية اللي أنا عاوز أسد الفجر بتاعتي جميل تطور أنزمة الري بيأتي بالتأكيد بتطور الأبحاث زي ما حضرتك قلت ومزيد من البحث العلمي وأستاذ البحثين الشباب والجدد وأيضا التحديث ليه التدريب ده نفسه على وجه الاستمرار لكن الأنظمة دي في حد ذاتها يمكن متعلقة بزراعات عن أخرى لأنه خلينا نقول برضو إن بعض الزراعات ممكن ما يبقاش فيها صرف زراعي صالح ده كلام علمي اللي أنا بقوله ده علمي ولا إيه؟ بالنسبة ل... هل بعض الزراعات لها صرف زراعي غير صالح للاستخدام؟ لطبع هو كل ما كانت الأرض جيدة الصرف كل ما كانت الأرض كفائتة في الانتاج عليه كل ما كانت الزيادة في المحصول أعلى وجودة المحصول نفسه أعلى بمعنى أنا دلوقتي أنا عندي بقول إزان أخلي الصرف جيد وإزان أتحكم في الصرف أنا همع حاجة عندي المجموعة الجزري للنبات المجموعة الجزري بتاعي لو ما تلمس مع مستوى الماء الأرض اللي تحت ده في الأماء كل ما ببعد مستوى الماء الأرض عن المجموعة الجزري كل ما كنت في السفصيد في الأماء لأن أنا عندي مثلا محصيل زي محصول الأمح محصول المحصيل اللي هي الجزور السطحية ممكن أرفع الوطر تيبل بتاعها والماء الأرضي اللي يجوا فيه عن طريق التحكم في الصرف لـ 30-40 سنت في الحالة دي جدر الأمح 15-20 سنت ففيه اللي هي الكبالة الريفرينجية أو المنطقة المشبعة بالمية اللي يحصل الامتصاص منها مش يحصل تلامس بين جدر النبات وسطح الماء الحر فأنا في الأماء فدلوقتي أما وفر أما أرفع مستوى الماء الأرضي لمنطقة ما يحصلش تماس بينها وبين جزر النبات ده كويس جدا بالتالي أما أرفع كمية طبعا أما أرفع كمية الماء بوفر بوفر في إضافات الماء بوسع الفترة بين الرياء كمان أما بقلل كمية الماء الخارجة أما أقلل كمية الماء الخارجة ما دلوقتي أسعار متزايدة فالنظام بتاعنا بيوفر كمية السمات كبيرة جدا لأن أنا بقلل كمية الماء الخارجة بقلل كمية السمات المفقودة ببقى على كمية السمات في الطربة اللي بزود من امتصاص النبات للسمات وبالتالي هما يزيد امتصاص النبات للسمات أنا بزود في النمو الخضري بتاعي اللي بينعكس على النمو السمري وبيدي انتاجها عالية جدا جميل طيب خلينا برضو نتكلم عن أنظمة الري وأنظمة الري تطورها على مدار السنين وممارسات المزارع وتقبل المزارع لكل نظام واللي بعده دي برضو عملية مش سهلة قبل ما نتكلم عن القابلية وقبل ما نتكلم عن زيادة الوعي خلينا الأول نوصل لو احنا ازاي وصلنا لنظم الحديثة من الري أو تطور نظم الري في مصر طبعا الدولة بكل جهاتها شغالة إذا نوفر نقطة مية طبعا أنا دلوقتي فيه مشروع اللي هو طبطين الترع طبعا مشروع كبير جدا بيوفر لكمية مية كبيرة جدا بيعمل عدالة للتوزيع لأن المزارع اللي كان في نهاية الترع ما بيوصلهوش مية زي اللي في بداية الترع أما بيعمل طبطين الترع بقل الكمية المية المفقودة عن طريق التصرب العميق بقل الكمية المية المفقودة عن طريق امتصاص الحشاش لهذه المياه فأنا بعمل عدالة للتوزيع مزارع اللي في نهاية الترع زي المزارع اللي في بداية الترع كان عندي النظام اللي هو تطوير الرايا الحقل دلوقتي كان عندي المراوي طبعا المروة هي شبكة الرايا في مصر عبارة عن النيل ثم الرياحات ثم الترع الرئيسية فالفرعية فالمسائي فالمروة المروة دي اللي بتخص المزارع المروة دي كانت مروة طرابية المروة الطرابية دي كانت بعرض 2-3 متر بطول كيلو بتستغل مساحة كبيرة جدا المروة الطرابية دي أنا المزارع مكان بيبدأ عملية الراي بتاخد كمية ماء كبيرة جدا على ما توصل الحقل يعني المروة دي كانت مصطبحرة بتاخد لها ساعة أو ساعتين على ما تتملي مية وتوصل تدخل الماء بدلت الحقل النهاردة بقت مواصير مدفونة مجرد ما المزارع يشغل المكينة بتاعته فأنا رفعت كفاءة نقل المية وتقصر المية برضو كان فيه المواصير المدفونة فيه اللي هو المراوي المبيطنة اللي هي جي سيكشن فكل الطرق دي بتساعد إن أنا أوفر كمية مية وزود كفاءة نقل المية الهدف كله إن أنا زود كفاءة نقل المية فيه حاجة تانية برضو اللي هو نظام إيكاف جبهة سرانة الرأي إيكاف جبهة سرانة الرأي بمعنى إن أنا لو عندي شريحة طولها ميت متر مفروض المزارع مايرويش لحد نهاية الحقل تمام؟ لإني يروي عندي سبعين في المية أو تمانين في المية اللي هو بالمعنى يسيب إراط أو إراطين في نهاية الحقل المية اللي في بداية الحقل هترويهم بالإندفاع المية اللي هو بالجازبية لازم أن يكون مسوي تسوية جيدة بالليزر عامل ميل كل واحد سنطة أو عشر سنطة حسب الميول عامل ميل للأرض بتاعته يعمل إيقاف للرأي بتاعه عند إراط أو إراطين يسيبهم هيروي بالمية اللي في بداية الحق فدي كل الطرق لازم أن المزارع يبقى عنده خلفية بها لازم أن المزارع يعني يساهم مع الدولة اللي هو يوفر كمية مية لأنه إحنا دخلين على ندرة مية كبيرة جدا طبعاً ندرة مواردنا المائية المحدودة والزيادة السكانية المترغة والتوسع والأفق اللي سات الرئيس بيعمله والتوسع الرأسي لازم أن كل ده إحنا النهاردة مية مليو مواردنا خمسة وخمسين ونص يعني نصيب الفرض من المية خمسمية وخمسين متر مكعب للفرض في السن مع الزيادة السكانية اللي ممكن توصل في عشرين خمسين لمية خمسة وسبعين إحنا نوصل لمتين وتمانين متر مكعب للفرض في السن فكل ده لازم أن نواكه بالممارسات والأساليب الغير تقليدية لإيجاد موارد بديلة للمساهمة في الاحتاجات المائية للمحصية جميل إحنا بنتكلم على عملية خاصة بوزارتين من أهم الوزارات في مصر طبعا سواء كانت وزارة الزراعة في استصلاح الأراضي أو وزارة الري والموارد المائية التعاون ما بين الوزارتين ده مهم جدا علشان نوصل لأنظمة حديثة علشان نوصل لنتائج في النهاية مرضية لكل الأطراف ولمزارع في المقام الأول تعاون ده تم إزاي؟ هو ما ينفعش الوزارتين ينفصل عن بعض لازم أن سياسة وزارة الري وسياسة وزارة الزراعة يتفقوا في نقطة واحدة لأن الوزارتين مرتبطين ببعض ارتباط ووسط جدا طبعا في مشروعات مشتركة اللي هي مشاركة طبعا الوزارة الزراعة مختصة بداخل الحقل اللي هي المروى وداخل الحقل والأسالي بداخل الحقل وزارة الري مختصة بالمسائي والترع وافرق النيل واخلاف فالوزارتين مرتبطين ببعض جدا لأن وزارة الزراعة بتدي التركيب المحصول للوزارة الري وزارة الزراعة بتدي التركيب المحصول للوزارة الري وزارة الرأي بتوفر المقنن المائي للمنطقة دي يعني سي المنطقة دي هات ميت فدان هتتزارع رز الميت فدان بياخده مثلا معدل كمية ماء كذا وزارة الرأي بتوفره فلازم نبقى فيه اتصال وتعاون وصيك بين الوزارتين جدا لعشان ما يحصلش دربات ويحصل عجز ماء تكلمتني عن جزئين طبعا مهمين اجزاء مهمة جدا لعملية الرأي عموما بس ما كلمتنيش عن المزارع مين بقى المسؤول عن المزارع من مسؤول عن تطوير ممارساته لاستخدام نظم الرأي الحديثة طبعا فيه جهاز اسمه جهاز الارشاد الزراعي هو المسؤول مسؤولية تامة عن توعية المزارع لان الباحث بيطلع المنتج بتاعه البحث بتاعه خلاصة البحث بيعمل توصية توصية ديت بيوديها لجهاز الارشاد الزراعي جهاز الارشاد الزراعي بدوره بين التوصية ديت لمهندسين الارشاد سواء كان مدير الجمعيات او في مديريات الزراع لانهم المتصلين اتصال مباشر مع الفلاح فجهاز الارشاد الزراعي هو المختص بالفلاح واي مزارع لازم ان تحصل عنده مشكلة يتجه مباشرة للمديريات الجمعية جهاز الارشاد الزراعي اقول لانا عنده مشكلة في الجزية دي عنده مشكلة في حصل في المحصول بتاعه نقص مرض فطري مرض حشري اعراض نقص عناصر كده طيب احنا عندنا يعني كثير طبعا من الباحثين والارشاد الزراعي بيقوم زي ما حضرتك قلت بدوره سواء بين البحث العلمي ويوصله بطريقة مبسطة لحد كبير الى المزارع لكن هل يحدث انه يبقى فيه مثلا بعض المحافظات او بعض المناطق في مصر تحس ان الممارسات فيها كده مش ولا بد فنبدأ نركز عليها شوية هل يعني بناخذ ده بعين الاعتبار في الابحاث بتاعتنا طبعا مركز البحث الزراعية منتشر في الجمهورية مركز البحث لمحطات بحث في كافة الجمهورية طبعا محطة البحث الزراعية بساخة في المنطقة الشمالية فيه في النبورية فيه محطات البحث الزراعية منتشرة في ربوع الجمهورية فكل منطقة بتطلع التوصيات بتاعتها بتنقلها لمدارات الزراعة فكل منطقة خاصة بجزئة بتاعتها يعني برضو مولتيش الإجابة صريحة هل احنا بنعمل ده يعني هل أنا بقول مثلا في خلال البحث بتاعي في خلال الندوة بتاعتنا اللي احنا بنتجمع فيها مع بعض في محافظة ده أنا مش عايزة أسمي محافظات بعينها يعني عشان ما يعني أهلينا ما يزعلوش في المحافظة دي بس هل في محافظة بعينها ممكن يبقى فيها الممارسات بتسبب خلل في استقدام الميا نفسها أو نظم الري طبعا أصلي خلي بالك الموضوع عند كثير من المزارعين وعند الناس عموما إحنا المصريين عندنا واحد بيتبنى طريقة أو بيتبنى ممارسة معينة اللي جنبه بيتبنى نفس الممارسة حتى لو هو بنفس الأخطاء ببيخدش باله وبيكررها فبيبقى عندنا عندنا أخطاء شائعة شكلها صح أو شكلها ممارسات صحيحة هل إحنا بناخد بالنا من ناقص؟ طبعا في مشاريع في وزارة الزراعة مشروع زي مشروع ترشيد الميا ترشيد المشروع ده بنزل للمزارع عمل حقول إرشادية لأن المزارع لو ما شافش بعينه مش هيكتنق أما الجهاز الإرشاد الزراعة أو الجهاز تحسين الأراضي عمل مشروع ترشيد بمعنى اللي هو عمل إضافات جبس لتحسين خاص طبع الطبيعية والكيميائية وعلاج الأرض الملحية عمل تسويب الليزر لسهولة حركة المي عمل زلع الأصناف كسيرة العمر كل الممارسات دي بيستخدمها لوزارة الزراعة للتوعية الفلاح اللي هو يعمل الممارسات دي لأن الوزارة الزراعة بتاخد حقل إرشادي سي خمس فددين أو عشر فددين في قرية من الكرة بتعمل الممارسات اللي احنا قلنا عليها إضافات الجبس تسويب الليزر جيدة جدا زراعة الأصناف كسيرة العمر المزارع لما يشوف الحاجات دي بالفعل تاني سنة هو يطبقها بنفسه فالوزارة بتشتغل على المشاريع البحثية اللي هي تعمل توعية للمزارعية جميل خلينا بقى ننتقل لأنظمة الرأي نفسها زي ما قلنا هي تطورت بدايتها من فين وصلنا لحد فين أنواع أنظمة الرأي طبعا أحنا دلوقتي نتيجة النضرة المائية بتاعتنا طبعا غالبية الأراضي اللي موجودة فيه الأراضي الصحراوية بتتحول من الرأي بالغمر للرأي بالرش والرأي بالطنقيت طبعا النظم الرأي الحديثة دي اللي هو الرأي بالرش والرأي بالطنقيت ما نفعش أستخدمهم مثلا في منطقة زي المنطقة المتخمة للبحر المتوسط لأن المنطقة المتخمة للبحر المتوسط هي منطقة أراضي طنيات إيلة بيحصل فيها أن بيحصل فيه زحف لمية البحر في الخزان الجوفي أما زحف المتخمة البحر بيتملح لي الماء الجوفية الماء الجوفية بترتفع من أسفل لأعلى بالخصصية الشعرية نتيجة إن أنا موجود فيه مناخ جاف وشبه جاف بيحصل تبخير للمية وبتتراكم الأملاح على السطح فأنا منفعش أستخدم الرأي بالطنقيت والرأي بالرش في تلك المناطق لأن أنا عاوز أستخدم رأي بالغمر بس رأي بالغمر مطور فيه حاجة اسمها تحديث الرأي وفيه حاجة اسمها تطوير الرأي تطوير الرأي اللي أنا بحول المراوه الطرابية زي ما قلنا لمراوي إما بالمواصير أو مراوي مبنية فأنا المنطقة الشمالية دي المفروض اللي أنا أستخدم فيهم تطوير الرأي كل ما بطور المنطقة دي أنا بوفر كمية ماي والمنطقة دي برضو فيها مساهمة من الأمطار في فصل الشتاء لأن منطقة السحل الشمالي والمنطقة الشمالية هي أعلى معدل تساقط لكمية الأمطار في جمهورية مصر العربية الجزء بقى للأراضي الجديدة الأراضي الجديدة اللي هي الأراضي الرملية مانفحش أستخدم فهم رايب الغمر تمام يعني أستخدم أنظمة الرأي الحديثة اللي هي أنظمة الرأي بالرش وأنظمة الرأي بالطنقيد طبعاً مشاريع زي مشاريع مستقبل مصر ومشروع الدلتة الجديدة كل المشاريع دي بتشتغل بما يسمى بالسمرت الرجيشن السمرت الرجيشن اللي هو اللي عندي سنسور في التربة بيدينا رطبط التربة إيه؟ بيقولي النبات ده محتاج مية إنت أروي معدل المية دي فالاتجاه الحديث كله ماشي لإن أنا أتحول من رايب الغمر للرايب الرش والرايب الطنقيد طيب هنكمل تطوير أنظمة الرأي عن طريق تطوير الشبكات وده بيساهم إلى أي مدى في تطوير هذه العملية اللي بتساهم في تطوير العملية الزراعية وتنمية العملية الزراعية بشكل كبير لكن خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية ولسا مكملين معاكم المرشد الزراعي أهلا بكم مشاهدينا من جديد لسا مكملين معاكم حادثنا النهاردة وبنتكلم عن الصرف الزراعي وأسليب الصرف الزراعي الحديثة وقبل الفاصل كنا بنقول بقى تطوير الشبكات نفسه شبكات الصرف الزراعي ده عامل مهم جدا من تطوير هذه العملية اللي بدورها بتؤدي في النهاية إلى تطوير واستدامة العملية الزراعية على حسب الخطة الموضوعة سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى برحب بحضرتك مرة تانية وطبعا تطوير الشبكات ده مهم جدا وتكوين الشبكات نفسه من الأعمدة الأساسية لتطوير هذه العملية ازاي؟ طبعا شبكة الصرف الزراعي طبعا لها بتتكون من ايه؟ زي ما قلنا قبل كده أن شبكة الصرف الزراعي ديت عبارة عن الحقليات في غير كل مزارع الحقليات ديت بتاخد المياه بتاعتها من الحقل بتصبها في ما يسمى بالمجمعات الحقليات دي بتبقى كتر أقل من المجمع بتاخد المياه من الحقل بتصبها في المجمع المجمع بياخد ميته من الحقليات ديت بيصبها سواء كان مجمع طبعا فيه مجمعات ثانوية وفيه مجمعات رئيسية طبعا المياه بتاعت المجمع بتصب في مجمع رئيسي أو المجمع الرئيسي بيصب فيه البحر في مصرف مكشوف ثم المصرف المكشوف بيصرف بحراء وبحير يعني الشبكة عبارة على حقليات مجمعات مصارف مكشوفة ثم بحراء وبحير طبعا الشبكة الصرف المغطي دي بتتكون تنفسها بيعتمد على الصفات الهيدرولوجية للطرب طبعا كل فيه مسافات بين الحقليات وبعضها بتحددتها نفاذية التربة يعني كل ما كانت نفاذية التربة ديقة كل ما قللت المسافة بين الحقليات دي كل ما كانت نفاذية الارض كبيرة زي الارض الرملية على ستين متر الارض الطينية النهاردة بعملها من تلاتين لاربعين متر المسافة بين الحقليات لان المسافة دي بتخدم نص المسافة كده ونص المسافة كده لو حقل اربعين بيخدم عشرين كده وعشرين كده ففي الأراضي ذات النفاذية الأوليلة بأدية المسافة بين الحقليات في الأراضي ذات النفاذية العالية بوسع المسافة بين الحقليات طبعاً إحنا معنا صورة للعملية نفسها ده دي عملية الرايب الطميق والرايب الرش طبعاً شبكة الصرف المغطي دي لها عمر لها عمر العمر بتاعتها بيتراوح من 30 ل 35 سنة فالنهاردة بيحصل كل 30-40 سنة هيئة الصرف التابعة لوزعات الرأي بتعمل لها عملية إحلال بتشبكة جديدة وإحلال جديد طبعاً بشوف الشبكة دي كفائتة ازاي؟ بشوف التصرف الخارج بتاعها التصرف الخارج لو ليه شدية وليه مقنن صرف محسوب ده في الأماء لو قال لكمية التصرف الخارجة ده بعمل عملية إحلال وتجديد للشبكة دي ممكن في عملية صيانة للشبكة دي في مكنة اسمها مكنة الغسيل تبع هيئة الصرف بعمل بجيب مكنة الغسيل بعمل غسيل للخطوط من غرف اسمها غرف الغسيل غرف الغسيل بيحصل لأن مكنة الغسيل دي بتيجي تغسل لي الترصيبات اللي موجودة في الحقلية دي يعني بنصح كل مزارع إن هو يعمل صيانة للشبكة بتاعته باستمرار بكل سنتين أو تلاتة إن هو يتوجه لهاية الصرف ويعمل طلب بصيانة وغسيل الشبكة بتاني يوم أو تلاتة يوم مهندس الصرف هيبعث له الفنيين ويغسلوا له الشبكة وتحصل زيادة لكمية الصرف المتطفقة إذا تأخرت صيانة الشبكة ممكن يحصل إيه؟ لو تأخرت صيانة الشبكة طبعا تأخر الصيانة بيحصل إن مستوى الماء الأرضي بيرتفق مستوى الماء الأرض ما بيرتفع بطريقة غير مدروسة طبعا في تحكم في الصرف احنا بنرفع مستوى الماء الأرضي بس بطريقة مدروسة بنراعى فيها تلامس الجدري مع الماء الأرضي النهاردة اللي هو حصل إنسداد لشبكة الصرف وارتفعت الماء بطريقة غير مدروسة ممكن تسبب لي مثلا في القط لو حصل تماز بين مستوى الماء الأرضي وجزر القط ممكن يحصل الإحمرار وسكوت لللوز ويحصل زبول القط ممكن تحصل مشاكل بيئية لأن دلوقتي ممكن لو حصل إنسداد للصرف وحصل غضك وإن الأرض طبلت ممكن يحصل تمليح للترب ممكن تحصل انتشار للأمراض الوقبائية وكده فالصرف مهم جدا من ناحية البيئية من ناحية الاجتماعية من ناحية الاقتصادية فعملية الصرف مهمة جدا من ناحية الاقتصادية اللي هو هيزود يزود المحصول وبالتالي هيزود دخل المزارع من ناحية البيئية لو الصرف لو الصرف في مشاكل هيعمل مشاكل اللي هو يعمل بيئة مناسبة لأمراض في طريق الأمراض الوقبائية جميل طيب احنا معنا الحج جمعة من الشرقية أهلا بيك يا حج جمعة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك أهلا بيك يا حج جمعة كل سنة وأنت طيبين وقناة خير وألف صحة وسلام وانت طيب ويصحة وسلام طبعا أنا حابب بس مدخلة أنا بشكر الحكومة على اهتمامها بموضوع تطوير الرأي الحديث لأن احنا عندنا في الشرقية وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الرئيس يمكن جم عندنا المزرعة كذا مرة لإقناع الناس بأن يعملوا الرايب التنجيب لأنه أوفر حتى أنا عندي منجة عمرها خمسين سنة عملتها رايب التنجيب بجالي سنتين وماشاء الله ولا أي تأثير خالف طب طمنا على المنجة الأولي حاج جمعة السنة دي المنجة السنة دي ما فيش منجة خالف 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 المنجة السنة دي تعبانة الصوت مالو فيه ايه؟ لا لا أنا سمعك كويس قوي المنجة السنة دي ظروف العوامل الجوية يعني فيه 25 أو 15% محظول المنجة ما فيش منجة في الأسواق؟ لا 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 ما فيش والله بس ممكن يكون تجاه الصعيد العواينات تشكى ممكن يكون دولي أحسن نجا حمادي فيها فيها محصول كويس أيو عشان الجو هنا خير هنا الجو كان بارد بالليل وحر بالنهار فعمل خلل عند النبات المنجة علجت وصجطت بدون بزرة ما فيش جنين جوه للحبة لكن يا ربنا يعوض على الفلاحين يا رب كده أمين يا رب أمين ربنا يعوض على الجميع يا رب إن شاء الله موضوع الرأي بالتنجيف موضوع ناجح جدا والحكومة حتى إحنا كنا طلبنا كانوا عايزين يده للفلاح مؤدات السيد الوزير مشكور رجال اللي عشر فدن لغاية عشر فدن ياخد فلوسه ويعمل لهو لأنه حيبحر هو وعياله وكده فمش هيقول شركة تركب لهو بتاعه وحياخده منه فلوس أكتر صحيح فسيد الوزير بقى مانع عمل خطوة جميلة اللي هي أقل من عشر فدن لغاية عشر فدن ياخد نصف خمسين في المية ويركب وبعد ياخد الخمسين في المية التاني لكن سيد وكيل وزارة ووكيل وزارة الرأي مويتمين وأنا بقى أنصح إخوات الفلاحين على إن المشروع ده مشروع ناجح جدا الرأي بالتنجيط بيوفر في الكماوي بيوفر في المياه بيوفر في الرش حتى الأمراض اللي بتيجي في النبات ببسببها المية يعني الرش المرض لما بيجي في النبات ببسبب زيادة مية صحيح إنما التنجيط تقنين ويوفر في العمالة ويوفر في الحشيش فأنا يعني حابب إنني أخاطب إخوات الفلاحين على إنهم مش حدي يزن ويقولون لهم ده خطر ده إيه؟ نفجأ طبيعي هتأمل إيه؟ ده ما ما تكذيش حاجة لا أنا لما حط معلاجة سكر في كوباية حتسكر لما حط معلاجة سكر في برميل مش حتسكر هو لما يحط كماوي بتقنية بمية مزوطة حيفيد النبات إنما لما يحط كماوي ويدي الأرض غمر فالكماوي بيروح ينزل في الأرض تحت لكن في التنجيط بيستفيد زي ما واحد بيأخذ حجنة في الوريد لكن التنجيط مشروع ناجح ومشروع ممتاز والصرف برضو المغطة ده مشروع ناجح مشروع ممتاز وأنا بشكر سيد وزير الزراعة على اهتمامه بالفلاح الصغير في عملية أنه يدي له سلفة لأخيات عشر فدن يعمل أرضه وأنا بشكر السيد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والسيد ووكيل وزارة الري على اهتمامهم على طول أنا بأخذر معهم الجلسات وعشان أقنع الفلاح أنه ده أفضل وده أحسن وده كده يعني ومتعرفة أنا دوري ما ببغاش يعني ألكن على ناحية بمناسبة دورك ده بأولي إحنا كنا بنتكلم عنه حاج جمعة وإنت يعني من الفلاحين اللي نقدر نقول عليهم كده المتبنيين لكل الأنظمة الحديثة وأقول أنظمة الموصلة بها من قبل وزارة الزراعة ومن قبل الدولة والدليل على ده أنه يعني بعد تطبيق هذه الأنظمة بترجع مرة تانية تتكلم عن فوائدها أو حتى عن أضرارها لو حصل لها بعض الأضرار فكلمني بقى لو لقيت بعض المزارعين زي ما أنت بتقول كده عندهم بعض الممارسات الخاطئة وأنت بدورك مثلا جربت قابليه وفاهم قابليه بتعمل إيه؟ أنا أنت عارفة أنا واخد الفلاح المثالي أنا واخد لقب الفلاح المثالي على مستوى الجمهور وروحت أمريكا وروحت الهند وروحت الأغوار في الأردن يعني أنا لافف في شوية حاجات كده لكن أنا سيد وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الرأي أي مؤتمر بيعملوه لموضوع الرأي الحديث بالتنقيط أنا بحضره بحضره لأن أنا بحب أخاطب الفلاح الفلاح يحب يسمع من الفلاح يحب يسمع من المزارع يقول له أنت أنا عملت كذا وانت تعمل كذا وأنا ومصور المنجة بتاعتي وأمرها خمسين سنة طب بره المؤتمرات وبره الملتقيات بتاخد شكل شوية شكل رسمي بحكم الجيرة بحكم الجيرة أنت بتتصرف إزاي مع الفلاحين المجاورين ليك أو لأرض أنا جيراني كلهم أقنعتهم كلهم عملوا تنجيط كلهم عملوا تنجيط وقلت لهم طبعا في غرامات هتنزل على ترية الصالحية الجديدة عشان دي أرض رملية وكده فهيعملوا لهم غرامات وهم القناعتهم كلهم عملوا لأنه بيجي يشوف أنا أنا فاتح المزارع بتاعتي لكل مزارع حابب يشوف وأنا عمل الصفحة بتاعتي على الفيسبوك الحج جمعة الجندي بالعربي يدخل على الصفحة ويشوف الأرض وترخانة السجر وعمره كم سنة وخرطوم ونجاطة ويعني حاجة مش خرطوم مفتوح كمان لا خرطنجيط صح مش في حاجة اسمها خرطوم مفتوح ويكركب تحت السجرة لا 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 أنا عمل نظام حديث لازم أكمله من كله يعني والناس بتيجي المزارعة وبزروني وبامشي معاهم وبوريهم ولو اندخل الصفحة هيشوف وكيل وزارة الرئيس تكلفة النظام الحديثي حاجة جمعة مجدية في الانتاج بعد كده؟ طبعاً السجرة أعفى وأقوى زي ما قلت لساعدتك أنا بضرب مثلا للفلاح بقول له أنت لما يعني تيجي تحط التسميد فأنت بتحط التسميد على مية بالتنجيط بتوبة دسم بيوصل النبات لكن لما باني بحط الكيماوي في الأرض وأدي مية 50-60 متر مية مكعب ولا 100 متر مية مكعب فده بروح في الأرض مش هتدي لي النتيجة المطلوب آه إنما لما أجي أضرب له مثلا أقول له لو معاك كوباية مية حاطث فيها محلاجة سكر حتسكر لكن لو في البرميل مية مش هتظهر طبعاً فأنت بتعمل تغذية بتقنية وبعدين كتر المية بيجيب أعفان أعفان ديزور أعفان سمار يعني هو لازم يختنع إن زيادة المية دي ملهاش لازمة ملهاش لازمة خالق بس يعني الناس كلها مختنعة وأنا بحضر كل المؤتمرات وبحضر كل الاجتماعات وأنا يمكن سجلت حلقة عندكم برضا بخصوص هذا الموضوع إحنا تجلنا بقى مرة في المرشد الزراعة حشان إحنا دائما نقول إن دور الفلاح يعني ما بيقلش أهمية أبداً عن دور الإرشاد إحنا مكملين دائماً لبعض بل بالعكس إن المزارع كمان بياخد المصيحة دائماً من المزارع أو اللي تجرب دائماً يقول لك إسأل مجرب فاللي تبنى الفكرة الأول ونفذها بيبقى لي يعني مصداقية أكبر عند الفلاح أنا بشكرك جداً يا حج الجمعة أنا متعيدة تنور المزارعة كلها ونعمل حلقة في المرشد الزراعة وأجي ونعرضها ونعمل حلقة والناس تشوف إن شاء الله تنورنا وأنا بشكرك جداً جداً على المداخلة دي إن شاء الله إن شاء الله يعني نتفق إن شاء الله وتنورنا في أي وقت وكل مزارعينا في كل مكان في مصر ينورونا في أي وقت شكراً جداً الحج جمعة الجندي من الشرقية معانا كمان واقل من المنوفية مساء الخير يا فاني مساء النور أهلا بيك دلوقتي والله أنا بشكورك وبشكر ضيفك الكريم أهلا بيك وبشكر برضي الحاجة الممعة تحت أمرك الله يخليك طيب أنا دلوقتي عايزة ضيفك الكريم بس في شوات حاجة بعجزة الله يخليك الحكومة لها دعم معانا بخطة غير مطورة ولا ملعاش يعني مثلا در الحكومة مثلا ممكن أنت حسيبنا على الرأي المطور زي ما بتحسيبنا على الصرف المغطط حاضر أرض علي تمام عندك أي سبسار تاني آه والله عندي عندي تجمعات من الحقليات اللي هو المجمع ده الميا معدية اللي هي الحقليات الخرطين من الزفرة اللي جاء من الأرض معدية هل كده فالدية مزدود عاملة تجمعات ميا عاملة تجمعات ميا معدية من الرئيس اللي هو كنير في المجمعات معدية اللي هو الحقليات مية معديها بنصف المتر او حذر ذاكي. طب دران تتعمل لها سيانة? ما فيش سيانات بتيجي بصراحة. ده كمان درانه سنة واثنين والزراع نفسها في الحض بحاله وتعبانة. طيب حاضر هرد عليك. عندك اي استفسار تاني? طيب شكرا يا استاذ واقل من المنوفية. خلينا نرد الاول عليه في تجمعات المية او تجمعات الصرف. بالنسبة لتجمعات الصرف هو بيقول ان المية اعلى من الحقليات بمتر او نص متر. طبعا فيه انسداد فيه المجمعات. هو مع ليه? انه هيشوف الغرفة بتاعت التفتيش. طبعا المجمع بيبقى عليه كل ستين متر غرفة. كل ستين متر غرفة. هيحدد الغرفة الهين اللي فيه ارتفاع المستوى المية وهيلجأ لهندات الصرف الخاصة بالمنطقة بتاعته. هيبلغ. هيعمل بشكوى يا مهندس الصرف انا عندي مشكلة في الصرف في الجزية دي. مهندس الصرف بدوره هيبعد الماكنة اللي هي اسمها ماكنة الغسيل بتاعت الحقليات والمجمعات. ماكنة الغسيل والحقليات هتعمل على ازالة الترصيبات اللي موجودة في الحقليات والمجمعات. وبالتالي تنزل منسوب الماء الارضي الى وضع الطبيعي. فعليه اللي هو يتوجه لهندس الصرف الخاصة بالمنطقة بتاعته. جميل. طيب استفساروا الثاني عن دعم الحكومة ليه في نظام الرأي. طبعا انا بشكر الحاجة جمعة الجنديا على تبنيه الراي الحديث. طبعا الراي الحديث ده مشروع اسمه مشروع تحديث الراي بوزارة الزراع. طبعا هو مليون فدان. مليون فدان تكسمت وزارة الراي خمسمية الف فدان. ووزارة الزراع خمسمية الف فدان. ليه تحويل الاراضي من الراي بالغمر. ليه الراي الحديث اللي هو الراي بالطنقية والراي بالرش. المشروع ده بيدعم المزارع عن طريق توفير المواد الخام. عن توفير ممكن يوفر له شركات تركب له الجهاز اه السيستم بتاعه والنظام بتاعه ده. او ممكن اه لو عنده خبرة والوصرة بتاعته ده خبرة في التركيب ممكن تساعد. الوزارة بتدعم الفلاح بكرد خمسة في المية لمدة ثلاث سنوات. يعني المزارع بيتوجه لمدارية الزراع بيكتب طلب انا عاوز اتحول من الراي بالغمر الى الراي بالطنقية او الراي بالرش. الطلب ده اه مدارية الزراع بتبعته لوحدة التطور الراي الحقلي. واحدة التطور الراي الحقلي بتنزل الناس بترفعه المنطقة دي. بترفعه المنطقة دي وبتصمم له وبتعمله كشف الكميات. كشف الكميات ده بيتوجه به الى البنك. البنك بيحسب الحزب بتاعته وبوفر له الخامات دي. وبيدي له كرد بفايدة خمسة في المية لمدة ثلاث سنوات. خمسة في المية حاجة بساطة جدا. فده دعم الحكومة للفلاق. طيب احنا معنا كمان اه استاذ هلال من اسكندرية. اهلا بيك. مساء الخير اهلا بيك. مساء. اهلا بيك. مساء. مساء الله سمعتك. دلوقتي احنا مشكلة الرئية عندنا ان احنا بنروي بمية مخلوطة. المفروض انها خمسين وخمسين. بس طبعا اكيد المية الصرف في المعالجة. وبتوصل طبعا مع الكثافة السكانية اللي موجودة في الاراضي الجديدة والكلام ده. فاصبح ان نسبة المية الصرف اه 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 تضم لها طبعا صرف صحي وصرف اسماعي. فزادت جدا عن مية في الرأي الحلوة المفروض. اه دلوقتي التربة بقى فيها نسبة ملوحة. بالاضافة لان المية نفسها نسبة الملوحة فيها عالية. والطربة فيها نسبة جير. يعني فيها نسبة اه التربة جيرية شوية يعني لحد ما. ازاي عالي جانبها دلوقتي حكاية النسبة الملوحة اللي زادت في التربة. حا. رغم ان دلوقتي خصوة الارض ضافت. حا. لان احنا بنزلها واحيانا المية اللي الرأي بتغيب بالشهر والاكتر. بنضطر نروي من تساق المصارف. لان الزرع مش هيقعد اربعين يوم ولا شهر. ما يشربش طب نضطر نروي من مصر وطبعا مصر فهو بطبيعة المياه اللي جاء مخلوطة نسبة الملوحة فيها عالية يعني المرة خدت عيينة طلعت ستة وسبعة من عشرة من الليمونز عالية جدا طبعا عالية التربة دلوقتي أصبحت نسبة الملوحة فيها عالية حاضر هرد عليك سريعا شكرا يا حاج هلال سريعا جدا شاكنا خلاص يعني بالبناء يعني ده مشكلة نهاية الترق نهاية الترق بيحصل فيها خلط بين الجودة المية بين المية النيل ومية الصرف الزراعي مية الصرف الزراعي في غالبية الأحيان بتفوق مية الفريش ووتر فلازما الرأي في عملية الخلط إن مية الصرف تكون معالجة مفيش عملية معالجة أزرع محاصيل متحملة أروي أعمل عملية الرأي بتاعتي رأي ليلي فالمفروض اللي أنا دلوقتي في حاجة تخلط المية الصرف بمية الرأي لازما لها إدارة جيدة للتربة لازما أعمل شبكة صرف جيدة جدا بالتفصيل بقى إن شاء الله في حلقة قادمها هناخد النقاط دي بالتفاصيل لأنه للأسف في الوقت انتهى معانا أنا مشكورك جدا شكرا لحضر وورتنا وشرفتنا دكتور محمد خطاب الغنان باحث بقسم بحوث الصرف الحقلي بمعهد بحوث الأراضي والميان وورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا شكرا لحضر خلصت حلقاتنا بسرعة النهاردة في المرشد الزراعي وأتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم بكثير من التفاصيل وتساؤلات النهاردة في حلقتنا أشوفكم إن شاء الله دايما في خير وأمان وسلام وسلام